السلام عليكم بمعظم مراجعات عن السماعات المحيطية كان تركيزي أكثر على البيسي والتجارب على الجوال كانت فقط من خلال AOX 3.5 بعد كل المقطع يأتي الشباب يسألون بالتعليقات إذا كان النظام المحيطي يتفاعل على الجوال أو لا حسنا يا جماعي الذين يتابع القناة يعرف أننا دائما أقول لا يحاجة لكارت صوت حتى تفاعل النظام المحيطي بالجوال والسبب أنه نظام الجوال نفسه أساساً يدعم الصوت المحيطي ويعطي نتيجة تكون كثير ممتازة خاصة إذا كنت شابك سماعة تكون محترمة مثل HyperX كلاود 2 طبعاً أو Logitech G Pro X أو حتى سماعة Razer بالمقابل الشباب اقترحوا علي جرب التحويل للجوال وتفعيل كارت الصوت من خلال منفذ USB هذا سيكون مضمون حلقة اليوم تجربة كارت الصوت مع التحويل الأصلية من أبل أو لديك أيضاً تحويلات تانية لنظام أندرويد هي الفكرة فقط بالموضوع أن نفس هذه التحويلة ستجدها موجودة عند أندرويد فقط بغير منفذ بغير هذا المنفذ الذي يدخل بمكان الشاحن الذي هو هذا مخصص لأبل ستجد أنت واحدين مخصص لأندرويد وعذروني ولكن لأن كل الأجهزة الموجودة عندي آيفون وآيفاد ستكون أنا تجربتي بشكل خاص على تليفونات آيفون ونفس النتيجة ستأخذوها أيضاً مع تليفونات سامسونج هواوي أو أي شيء متعلق بأندرويد وتقييم النتيجة اليوم إذا سيكون الصوت أفضل وفعلاً هذه القطعة ستقدم صوت محيطة أو فقط مضي على الوقت وصرف للفلوس ولم يوجد أي عازم وأولاً أريد أن أقوم بعمل نظرة سريعة عن القطعة التي هي ببساطة كما قالت لكم فقط تحويله من مدخل السماعة بجوالات آيفون أو سامسونج لمدخل يو اس بي وشاحن الآن كثير ضروري يا شباب فقط توصل كارت الصوت والسماعة على الجوار تكون شابك القطعة على الشاحن لأن تستهلك طاقة حتى تقدر تشغلها والجوال عادة هو التقنية التي يشحن من هذا المنفذ ولكن لا يظهر طاقة فيه فأفضل أنك توصل الشاحن على هذه القطعة حتى تقدر تأخذ من النتيجة تكون مميزة بالمهم وبإختصار مفيد سأجرب أن الآن السماعتين الموجودين عندي حالياً وأي مراجعة من اليوم والرايح يعني أي مراجعة بالمستقبل ستتطمر أيضاً التجربة على الجوال من خلال هذه القطعة فأنت تكون أكيد أن تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصل لك إشعارات بالمقاطعة الجديدة وعلى أن تكون عارف أي سماعة نحن نعمل عليها تجارب أنها ستكون متجربة على الجوال إذا كان بجاكت 3.5 للأيو أكس العادة أو إذا كان من خلال هذه القطعة التي هي التحويلة التي توصل فيها الـ USB ونجرب كارت الصوت الذي سيكون موجود مع السماعة نفسها الآن بالنسبة لسماعة الهايفر أكس يا جماعة بدون أن يوصل عليها كارت الصوت قدمت صوت محيطي صراحة كان كثيراً خرافة وواضح بكل المقاييس التي تتخيلها وستطيع تسمع فيها الخطوات يمين يسار فوق تحت كل الاتجاهات ما عندك فيها أي مشكلة المايك كان شغال تمام وكان يعني سماعة عادية ولكن عندما توصلها تأخذ منها أداء كثيراً ولكن عندما وصلت كارت الصوت وفعلت النظام المحيطي أول شيء يا جماعة لتغى عند المايك من السماعة وصار المايك شغال مباشرةً فقط من التليفون يعني في قادة جودة المايك الكثيراً التي تقدم ليها الـ Hyper X هذه نقم واحد إذا قلنا نتحدث عن الصوت الآن أنه صار واضح أكثر صار فيه تفاصيل حلوة ولكن يا جماعة وطيت شدة الصوت بنسبة تقريباً بين 25% إلى 30% ليس أنه وطيت أنت فيك تجاهة عاليات لا، وطيت الصوت بشكل عام عندما تضع على 100% صار أو تمنع أنك عندما تشيل كارت الصوت أو تشيل هذه القطعة لأنا موصلة يعني تغريب تحس بالفرق أنه صار فيه اختلاف بمستوى الصوت ولكن تشبك على المحول وهذا شيء أثر كثير على مدى التركيز وعلى الصوت المحيطة يعني فيه تناقض يا جماعة بشكل عام بالموضوع أنه زادت دقة الصوت تمام حلوة صار في عنا صوت لا بدأ أسميه محيطي أنا جاء زادت شيء بسيط من الدقة ولكن قلل من شدة الصوت يعني إذا بدأت تحكي فيها بشكل عام رفعت من الدقة وقللت من شدة الصوت طبعاً هذه الدقة لا أستطيع استثمارها أكثر لأنه لا أستطيع استثمار الأصوات مضبوطة أما على سماعة اللوجي تاك إذا جئنا نحن بدنا نقارن يعني نشوف المشكلة أو نحدد المشكلة منوان إذا من الهايبر اكس من سماعة اللوجي تاك أو حتى من القطعة كارت الصوت لا أعرف إذا قلنا نحن نجربها على سماعة ثانية التي هي اللوجي تاك الجي برو اكس التي أنا رأيها ممتازة للجوال نفس الموضوع قدمت صوت محيطي بل كارت الصوت فعلاً جبار يا جماعة وأنا عن جد بنصح فيها أي شخص يشتري سماعة بقيمة ١٢٠ دولار بنصح بهذه السماعة لتعطيه أداء كثير حلو من كانت صوت صوت محيطة أو حتى من ناحية جودة المايكروفون نفسه الآن مع توصيل كارت الصوت على الجوال من خلال التحويلة بقى المايك شغال باللعبة وأداءه كانت جداً عالي لكن بالمقابلة الصوت المحيطة بقى نفسه بزد شيء بسيط صدل الصوت يعني شيء ليس كثير فارق يعني أنا ما حسيته أساساً شيء كويس أنه يزيد صدل الصوت وانخفضت شدة الصوت بنسبة تقريباً ٣٠٪ أو ٢٥٠٪ نفس الموضوع الذي حدث مع الهايبر اكس كلاود ٢ بوجهة نظر أنا لم أرى أن الموضوع مستاهل على أن كنت توصل كارت صوت وتحويله لأسبيب سماعات المحترمة أساساً بمجرد ما تشبكع على الجوال تقدم صوت يكون كثير ممتاز لأنه مثل ما سبق قلت لكم يا جماعة نظام الجوال مبني أساساً على أنه يدعم الصوت المحيطة بكفاءة تكون كثير عالية لكن المهم تكون السماعة مبنية على هذه الخاصية خاصية ٧٠١ أو حتى تكون سماعة محترمة سعر يكون محترم أداء يكون عالي لكي تستطيع التفاعل مع هذه الخاصية التي سيقدم لك إذا كان دولبي ٣٣ ٧٠١ كلها هو شعور بالصوت المحيطة والذي أنا نحظته أيضاً شغلة أنه تقريباً إذا توصل كارت الصوت وتفاعل الصوت المحيطة على الجوال الذي هو أساساً يدعم الصوت المحيطة يصبح لديك لخبطة بالموضوع يعني أنت تفاعل نفس الميزة مرتين جوال عمالي يعطيك صوت محيطة وأنت ترجع تأخذ كارت صوت يدعم الصوت المحيطة أو يضيف صوت محيطة على السماعة التي تشبكها وتوصله يعني يصبح لديك نفس الخاصية عمالي تتوصل مرتين يعني أشعرت أن هناك لخبطة بالموضوع يمكن أن يشتغل المايك يمكن أن يلقق ألعاب تمشي يعني الموضوع لم يصبح واضح لنظام الجوال لكي يستطيع أن يحلل لك الأصوات المصبوطة ويعطيك إيها كما يجب أن تكون منذ النظام المحيطة أو منذ أن تشبك عليه كارت الصوت الذي يدعم النظام المحيطة هذا كان كل شيء بوجهة نظري وتجربة الشخصية على هذه السماعتين الموجودين عندي حالياً قلت لكم أن كل التجارب الأدام أو كل مراجعات السماعات ستضمن هذه الفقرة لأننا سنجرب فيها نظام الصوت المحيطة على الجوال كيف سيكون إذا أنت لديك تجربة مختلفة عن اللي أنا طلعت معي لأنه ممكن يكون أحياناً فيها تخلل بنظام التليفون نفسه ممكن يكون محتاجة ممكن نظام سامسونج يكون مختلف نسبياً عن هذا الموضوع ياريت أنت تكتب لي تجربتك بسندوق التعليقات دعيني أنا أستفيد وأرجعي تجربتي مرتين إذا هناك شيء غلط أو حتى الشباب يستفيدوا تحت من التعليقات بالنهاية لا تنسوا تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل لا تنسوا يا شباب أن تحددوا تفعيل زر الجرس على الكل خاصية الكل حتى يوصلك إشعارات بكل المقاطع جديد ولكن عندما تنزل وضروري يا شباب أن تعطونا اللايك على الفيديو عشان يوصل لعدد مشاهدين أكثر والذي يمكنني أن أخبركم حلقة اليوم أراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم اشتركوا في القناة